سؤال آخر يقول السؤال عندنا تكسر حركات الصوفية كنت أستمع إلى المديحة النبوة في السابق لكن لفت انتباهي بعض كلمات الشرك كالاستغاثة بالأنبياء والأولياء مثل يا رسول الله غوثا ومدد يا رسول الله أنت المعتمد يا رسول الله فرج قربنا يا رسول الله يسر أمرنا أحيانا تعجبني النغمة مش المضمون فرجنت أردد مثل هذه الكلمات إعجابا بالنغمة والإقاع وليس إعجابا بالمضمون ولا إقرارا له هل لو كنت أعلم أن هذه استغاثة الشرقية رددتها إعجابا باللحم والنغم والأداء دون المضمون أكون كالمستهزئ بالدين وما حكم ترديدها دون قصد مناجات صاحب القبر بل إعجابا باللحم والأغنية هل وقعت في حرام كفرت أشركت إلى آخر طبعا بالأسئلة التي ترد في مثل هذه الحالات أقول له يا ولدي حد الكفر أبعد من هذا أنا أشكر لك هذا الحس الديني العالي المرخف لكن حد الكفر أبعد من هذا وأنت إذا لم تقصد إلى المضمون ولا اعتقدته ولا نويته ولا أردته يب هذا نوع من أنواع اللغو أو العبس لكن أحب لك أن تستبدل وأن تستعيد عن هذه المنظومات الشرقية بمنظومات سنية نقية راقية ففيها بدائل وفيها غنيا والمديح النبوي القزيت فيه كثيرة والأناشيت فيه جميلة يعني تروي قلبك وتنديه وتوقظ فيه المحبة والمشاعر الجياشة نحو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأخشى ولدي أن تكون هذه بداية الدخول في وساوس قهرية تدخلك في محرقة الوساوس التي أخشى إن أسلمت نفسك إليها أن تنغص عليك حياتك وأن تبغض عليك عبادتك لربك شفاك الله وعافاك وزادك حبا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبعدك عن الغلات فيه وإنما صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وهو القائد لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ترجمة نانسي قنقر